السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم السبت الثالث من شهر زبتمب 2022 جولة سريعة لأهم التطورات التي تجرى الآن في ألمانيا أصدقائي توجد أخبار عاجلة وكما تعودنا أصدقائي ضروري أن أنشرها لكم نبدأ أصدقائي بالخبر الأول اجتماع جد مهم الآن في هذه الأثناء يوم السبت صباحا تجتمع الحكومة الألمانية وتجتمع الأحزاب الثلاثة التي تكون الحكومة الألمانية حزب سبيدي الاشتراكي حزب الخضر وحزب FDP الليبرالي من أجل هذا اليوم الإقرار إما هذا اليوم لو كانت هناك بعض الأمور ممكن يوم غد على الحزمة الثالثة الكبيرة للمساعدات التي ترغب الحكومة الألمانية إقرارها الكل يقول بأنها ستكون حزمة مساعدات كبيرة جدا سوف يحصل عليها عدد كبير من المواطنين الألمان سوف يستفيد منها أيضا المتقاعدين والمتقاعدات سوف يستفيد منها أيضا الطلب الجامعيين سوف يستفيد منها أيضا من مرتبهم ضعيف من مرتبهم متوسط سوف يستفيد منها أيضا من عندهم أطفال ستكون هناك دعم مباشر للأطفال بمبلغ معين سيكون دعم هناك أيضا لمن على الجوب سنتر دعم لمن على السوسيال إلى آخره سيكون هناك أيضا تغيير كبير لمساعدة فونغيلد بحيث أن عدد هائل من الناس الذين يعملون ومرتبهم لا يكفيهم للحياة سوف يحصلون على الحق بالحصول على مساعدة فونغيلد يتكلمون أيضا عن تخفيض للضرائب كي أن الناس التي تعمل أيضا تستفيد أصدقائي وسوف يبحثون عن بديل جديد لبطاقة التسعة يورو إذن في هذه الأتناء اجتمع أفراد الحكومة أصدقائي زعماء الحكومة السيد شولتس مستشار ألمانيا السيد هابك وزير الاقتصاد السيد لينة وزير المالية وأيضا الشخصيات المهمة بالأحزاب ويرغبون بالخروج بأسرع وقت نتائج للناس أصدقائي أيضا للعلم كثير من الأصدقاء يقولون لي مارو أين الثلاثمائة يورو التي سوف يحصل عليها من يعمل ثلاثمائة يورو بغطو وليس نتو أصدقائي الثلاثمائة يورو سوف يبدأ صرفها هي تعود للحزمة الثانية وسوف يبدأ صرفها هذا الشهر بداية من هذا الشهر مع مرتب شهر زيبتمبا يعني عندما تحصلون على لون أبغيشنونج لشهر زيبتمبا ممكن بآخر شهر تسعة سوف تحصلون على ثلاثمائة يورو بغطو هناك من سوف يحصل عليها بالشهر العاشر هناك من سوف يحصل عليها بشهر 11 شهر نوفمبا هي دائما متعلقة متى سوف يصرف لكم صاحب العمل مساعدة الثلاثمائة يورو يعني ستصرف إما هذا الشهر نهاية هذا الشهر الشهر المقبل أو الشهر اللي بعد على حسب أين تعملون وكيف تتعامل معكم الشركة أيضا أصدقائي خبر جد مهم تتكلم عنه كل ألمانيا وقلق كبير في ألمانيا شركة الغاز الروسية غاز بروم أو غاز بروم كما تنتق بالألمانية لم تقم هذا اليوم بفتح خط أنبوب الغاز نورد ستريم واحد أصدقائي كانت قد قامت شركة الغاز الروسية بغلق أنبوب الغاز نورد ستريم واحد من أجل الصيانة لمدة ثلاثة أيام وكان مخطط أن يعاد فتحه هذا اليوم يوم السبت لكن اليوم السبت لم يتم فتحه قلق كبير في ألمانيا شركة الغاز الروسية تقول بأن المشكلة ليست منها المشكلة هي من عند هذه القطعة التي لم تتوصل بها لحد الساعة وأن القطعة التي توجد الآن بروسيا والتي تضخ الغاز إلى ألمانيا غير صالحة وبها عطل أصدقائي لذلك هي لا تستطيع أن تقوم بإرسال الغاز إلى ألمانيا شركة زيمنسا الألمانية تقول لا هي عندما راقبت الأمور أيضا بروسيا وجدت بأنه لا يوجد أي عطل أو أي مشكل أصدقائي الآن ألمانيا ومجموعة كبيرة من المسؤولين الألمان والإعلام الألمانية يظنون بأن روسيا أقدمت الآن على غلق وقطع الغاز على ألمانيا كي تضغط على ألمانيا كي لا تقوم ألمانيا بمساعدة لأوكرانيا وأيضا لأنه يوم أمس كان هناك اتفاق لوزارة المالية للدول السبعة الاقتصادية الكبرى وكان بينهم أيضا وزير المالية الألماني الذين كانوا يرغبون بعمل سقف لثمان مبيعات النفط الروسي إضافة إلى ضغوط يعني روسيا تقول نحن لا نضغط فقط هناك عطل بنورد ستريم واحد بتلك القطعة لا نستطيع أن نفتحها لألمانيا الغاز وروسيا أيضا تقترح دائما كما تقترح افتحوا أنبوب الغاز نورد ستريم ألمانيا تقول هذا الأمر الآن هو ضغط سياسي كبير المهم من هذا وهذاك لا يتدفق إلى ألمانيا الآن أي غاز روسي لا يعرف إلى متى سوف يضل الوضع ألمانيا وعدت بأنها سوف تعمل كل ما بوسعها كي تحصل على كميات كبيرة من الغاز المسال ووزير الاقتصاد سبق له وقال للناس لا تقلقوا لن يبرد أحد من المواطنين أيضا موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية هو التهديد الكبير لجيفاكشافتن يعني النقابات العمالية التي قالت للحكومة الألمانية التي تجتمع في هذه الساعة وتجتمع الآن قالت لهم إذا لم تعملوا حزمة كبيرة جادة وجدية للمساعدات إذا لم تعملوا حلولا للمواطنين ولسكان ألمانيا فإن النقابات العمالية مثل نقابة فيردي وأيضا نقابة أخرى نقابة إيجي ميطال هددوا بأنهم سوف يقومون بتجميع الناس وحتى الناس على القيام بمظاهرات كبيرة جدا في فصل الخريف وفصل الشتاء وتقول النقابات العمالية للحكومة الألمانية بأن الحكومة الألمانية يجب الآن أن تتدخل يجب للحكومة الألمانية أن تجد حلا سريعا يجب أن تساعد الناس يجب أن تكون حزمة المساعدات كبيرة جدا يستفيد منها الأطفال يستفيد منها الطلبة يستفيد منها المتقاعدون يستفيد منها العمال يستفيد منها من يحصل على مساعدة من الدولة إلى آخره قالوا بأن المساعدات يجب أن تكون مساعدات جيدة ومساعدات كبيرة تخفف على الناس شيئا ما من الغلاء وإلا فإنهم سوف يقومون بمظاهرات وكما قلت لكم في بداية الفيديو الحكومة الألمانية مجتمعة في هذه الأثناء وإذا جاءت قرارات هذا اليوم سوف أنشرها لكم أول بأول إذا لم تأتي قرارات سوف أنتظر إلى أن تخرج القرارات بشكل رسمي وسوف أنشرها لكم أول بأول نتمنى السلامة للجميع ونتمنى أن نفرح إن شاء الله بأنهم يجدوا حلولا جيدة على الأقل لا تكون مرة واحدة نريد حلولا تدريجية لمدة طويلة أتابعوا الوضع أصدقائي اشتركوا في القناة إذا لم تشتركوا بعد في القناة فعلوا الجرس هكذا يصلكم دائما الجديد انشروا الفيديو كي يستفيد عدد كبير من الناس من الأخبار الهامة والجادة ومن مصادر موتقة شكرا لكم والسلام عليكم إلى اللقاء